أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء لصياغة مصار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقرها كما وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط ومع دعم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة وقال متحدث الرئاسة عن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطوير شمال سيناء من الإرهاب كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء وذلك على ذات النصق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على مستجدات تطوير منطقة المقتم خاصة ما يتعلق بحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق مقتم وكذلك تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحية كما تم عرض مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير الشمال سيناء خاصة الموقف التنفيذي لمطار العريش وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أيضا شهد عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار فضلا عن متابعة جهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تأسف على مقتل عدد من العسكريين الروس بضربة ساروخية نفذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس هناك أي تحصر من جانب الإدارة الأمريكية مضيفا أن الأوكرانيين تعرضوا للغزو وهم يقاومون ويدافعون عن أنفسهم مشيرا إلى أن العسكريين الروس الموجودين على أراضي أوكرانيا هم هدف مشروع لأي عمل عسكري تقوم به أوكرانيا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو عن إطلاق مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لتجنب خطر أزمة غذاء في أوكرانيا وأكدت المنظمة أن المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا بحاجة مسى إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء مضيفا أن المبادرة سيقوم بتمويلها لاتحاد الأوروبية حيث سيساعد المشروع في الحفاظ على الإنتاج الزراعي بأوكرانيا بعد أن أكبرت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي العديد من المنتجين الريفيين على تقليص أنشطتهم أو حتى التخلي عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد أنتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد للوفيات أن الجمع عن فيروس كورونا مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد ومجددة تأييدها لإجراء فحصات على المسافرين القادمين من الصين وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين إنه يعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات عززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغازع بخطوط الأنابيب إلى أوروبا متفوقة على روسيا وبحث بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك تراجع الطلبات على الغاز الروسي المتضفق عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 10% ليصل إجمالي الطلبات إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 42.3 مليون متر مكعب يوميا وأشارت أوابك إلى أنه مع انخفاض الإمدادات الروسية عززت الجزائر موقعها بصفاتها ثاني أكبر مورد للغازع بخطوط الأنابيب إلى أوروبا بمعدل 75 مليون متر مكعب يوميا رياضيا يستضيف الزمالك اليوم فارق الداخلية على استاذ القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشر من الدور الممتاز وفي مباراة أخرى بالجولة الذاتية يحل الأهل ضيفا على أنبي على استاذ المقاولون العرب أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواد قرعة بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المغرب في خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل وأيضا أوضح فيفا أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم الثالث عشر من يناير الجاري في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا بالرباط هذا ويتنافس الأهل وأوكلاند ساتي النيوزلندي على مركز التأهل للدور الثاني حيث ينتظر كل من الهلال السعودي وسيعة الساوندرز الأمريكي والوداد الرياضي المغربي الفائز منهما انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل